موسيقى الحوار الاجتماعي ضرورة من أجل العلاقة سهلية مع النقابات النقابات تطلع بدور عن مستوى السلم الاجتماعي تتعبير عن شغالات القضايا الطبقة الشغلة والموظفين والعمال وبالتالي إرادة الحكومة وهو مواصلة الحوار الاجتماعي بالنسبة إلينا لا يمكن أن نوقف الحوار الاجتماعي هذا المسألة المسألة الثانية الحكومة عملت على تحسين عرضها في الحوار الاجتماعي الأخير ثلاث مرات وقدمنا عدد من المقترحات منها ما يهم مثلا أن تتحمل الحكومة نقطة المتبقية من التقاعد والتي مقرر أن تكون فيها كانت مقررة وما زالت في بداية يناير المقبل بما نقدمنا عرض حسنة وهذا الإجراء هو لجميع الموظفين ليس لفئة لا نتهمنا بأننا قدمنا عرض فقط لفئة في حين هو هذا العرض المتعلق بنقطة من التقاعد هو للجميع أيضا نقطة المرتبطة بتعويضات العائلية لم نقم فيها بأيستثناء كل من له أبناء وفق المعايير التي هي قانونية تقع الزيادة هناك أيضا بعض الإجراءات التي تهم بعض الفئات وبعض القضايا مثل قضية ما يسمى بضحايا النظامين في التعليم الإرادة للحكومة هو أن الحوار سيصمر في حالة الوصول إلى اتفاق سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأجراءة الاتفاق يعني بالنسبة إلينا تاريخ القانون التنظيم المالية وضع آليات وعدد من الإجراءات إذا اقتضى اعتماد مقتضاية قانونية سيقع اعتمادها ونعطي مثال مثلا عندما قررنا زيادة في الحد الأدنى للتقاعد بالنسبة للمسجرين في النظام الجماعي لمنح روات التقاعد في إطار ما يسمى بالخص من يشغلون في الجماعات الترابية أو في مؤسسة عمومية أو ميومين عاملنا على تغيير القانون الذي ينظم ذلك ولهذا الحكومة متمسكة بالحوار الاجتماعي تسعى إلى أن نصل إلى اتفاق يحقق استجابة للمطالب الملحة ويضعنا بالتالي على طريق بناء علاقة إيجابية تعزز ما ينبغي أن يكون بين النقابة والحكومة في نفس صدد سيد رئيس الحكومة أعلن في مجلس المستشارين أنه يدرس إمكانية تصبيق بعض النقاط التي جاءت في العرض الحكومي حتى ولم يقع اتفاق مع النقابات قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي